استشهد مواطن وابنته جراء قصف لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بمنطقة حجر غرب مدينة الضالع وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع إن القصف أدى إلى استشهاد المواطن أحمد صالح سعيد الفتاحي البالغ من العمر خمسين عاماً وابنته أمت الله أحمد ثمانية عشر عاماً بقذيفة دبابة في منطقة بتار شمال غرب منطقة حجر واستهدفت ميليشيا الحوثي المنطقة الأهلة بسكان بثلاث قذائف دبابة سقطت إحداهن بجانب منزل المواطن الفتاحي واستشهد هو وابنته على الفور نتيجة الشضايا التي تطايرت في جميع أنحاء المنزل